اهلا بكم في حلقة جديدة مع تيك نوهب وسلسلة التعامل مع كلمات السر الفيديو بتاع النهاردة واحد من الفيديوهات اللي انتو بتختاروا انها نعملها بناءا على طلباتكم وايس افساراتكم كان جالنا سؤال ازاي نقدر نخترق البسو بتاع ال WPS خلينا الاول نعرف ايه هي ال WPS اللي هي اختصار ليه Wifi Protected Sada فكرة ال WPS ايما على انك ممكن يكون عندك جهاز غالبا بيكون IOT Device اللي هي Internet of Things زي مثلا التلفزيون اللي في البيت كاميرا المرأبة او اجهزة المنزل الزكية المختلفة وعايز توصل الجهاز ده على ال Wifi عندك في البيت بس مش عايز تدخل فيه كعبالة انك تكتب الباسورد المعقد على لوحة مفاتيح وممكن ما تكونش مناسبة ليك وكمان ممكن ما يكونش كل الحروف موجودة على لوحة المفاتيح دي او الكتابة عليها صعب او ممكن يكون عندك ضيف عايز تدخله على الشبكة بتاعتك بس مش عايز تديله الباسورد بتاعتك الفكرة شكلها حلو جدا ومريحة بس لما تعرف ان هم في 2011 قدروا يكتشفوا هجمات تقدر تخترق الباسورد بتاع ال WPS عن طريق البروت فورس القوة الغشمة وكمان في 2014 قدروا يعملوا البروت فورس اتاك ده اوفلاين عشان بقى فيها جهزة بتعمل لوك للWPS لو حست ان فيه هجوم قوة غشمة عليها هسيب لكم الوصف التفصيلي لفكرة WPS والهجمات الموجودة عليها المختلفة في الوصف بتاع الفيديو معظم الاتاكس اللي على WPS ايما على سوفتوير اسمه ريدور برضو هسيب لكم الوصف والشرح التفصيلي بتاعه في وصف الفيديو بس احنا برضو هنستعمل النهاردة الواي فايت اللي ممكن بتعمل اوتوميشن لكل انواع الهجمات زي ما جربنا نستخدمها في الفيديو ده لما عملنا هجوم على الباسورد هاندشيك بتاعت الواي فاي باستخدام الاركراك والهاشكات والجونز ريبر تعالوا نشوف الواي فايت هيطلع علينا ازاي ال WPS باسورد بسهولة جدا هننعبوم الواي فايت واي فايت هشوف الانترفيس بتاعنا وحيبتدي سكان فور نيتوركس لا النيتورك اللي هتاعتنا اهي اللي هي رقم تلاتة واين فيها ال WPS بروتوكول فعنقول لو عايزين نأتيك على تلاتة وحيبتدي يجرب ياتاك على تلاتة حيستخدم اول حاجة البيكسي داست از اتاك ويشوف هيعرش اتاك عليها ولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن مستنيين البيكسي داست يخلص لو ما عرفش حيبتدي يجرب بقية الاتاكسي التانية خلينا نرجع تاني بعد ما البيكسي داست يخلص ناتيكتو نشوف هيطلع ايه البيكسي داست قدر ان هو كده يلاقي البين بتاع ال WPS اللي ممكن نستخدمه عشان نكونكت على الديفايس على طول هو هيحاول يتريف ال PSK اه لو عارف يجابها يبقى كده هنعرف نجيب الباستور كامل تحت الواي فاي لو ما عارفش البيكسي دا يخلينا نخش على الوالس على طول خلينا نستنى معها شوية نشوف هيطلعها ولا مش عادر يطلعها طيب واحنا بقالنا فترة عقفين بس بولي مش قادر يكمل ويبشوية سيرش على الانترنت كده لقينا ان بولي بيهنج مش بيكمل بس انيوي احنا معانا خلاص البين اللي ممكن نستخدمه عشان نكونكت على الواي فاي دي فممكن نترمليت كده الكونكشن خلاص فانا بقى معايا الانكريبشن WPS ويهي الوابا ويهي دي الباسور بتاعنا او البين بتاعنا اللي ممكن نستخدمه عشان نقدر نكونكت على الوالس نتورك دي كده احنا جربنا ازاي نجيت البين بتاع ال WPS اه في الوالس نتوركس لو ال WPS enabled لو شفتوا القصة ما خدتش ثواني عشان نجيب ال WPS password وحنشوف كده اه لو في اي اتاكس تانية انتو حابين تعرفوها بالنسبة للباسورد اتاكس قلونا عليها ونعملها مع بعض سوا شفكم مارا جيد ان شاء الله اذنخوا في كتبات الشخص